وينضم إلينا من بيروت دكتور بيار أبي حناء خصائي الأمراض الجرثومية دكتور بيار بعد التحية هذه اللقاحات الجديدة التي يعلن عنها إلى أي مدى ستضرب كورونا الضربة القاضية نعم كل الاتكال السيطرة على هذه الجائحة هو على اللقاحات تنوصل لمناعة القطيع لأنه إصابات الأشخاص ما بتوصل لمناعة القطيع يلي هي حوالي 50 إلى 70 بالمئة من الأشخاص لازم يكون صار عندهم منع فنعم الاتكال هي على اللقاحات تنقدر نسيطر على هذا الوباء العالمي طيب سيد بيار الدول الفقيرة متى ستحصل على نصيبها من هذه اللقاحات التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى نعم في عدد كبير من الشركات مضيت والدول كمانا أنه رح تأمن اللقاحات للأشخاص البحاجة لقلو بغض النظر عن قدرة الدولة أنه تدفع أو ما تدفع فهن بإشراف منظمة صحة العالمية كوفاكس يلي بيضم عدة شركات يلي عم تكون بلقاحات رح يأمنوا جزء من اللقاحات بأسعار مخفضة جدا أو يمكن مجانية للأشخاص اللي بحاجة لقلوها بالدول الفقيرة الأشخاص اللي بحاجة لقلوها هن الأشخاص الكبار بالعمر أشخاص اللي معقول يعملوا اشتراكات بسبب الفيروس والعاملين الصحيين اللي هن بالخطوط الأولى لمواجهة الفيروس نعم سيد بيار هناك من يقول بأن وصول اللقاح إلى الدول الفقيرة والنامية ربما يتأخر بسبب إجراءات نقلة التي تحتاج لأن ينقل في أجواء تقل الدرجة وحرارتها عن 70% تحت الصفر هل هذا صحيح؟ هذا يطبق على اللقاح تبع شركة فايزر ومثل ما قالت الشركة أنه هي تهتم بها اللوجستيكس يعني تأمين اللقاح للبلاد اللي بحاجة لها وهي رح بتكون مسؤولة لتأمين الحرارة اللازمة لنقل الفيروس وحقيقة مثلا بلد مثل لبنان بدأ مدى اتفاقية أولية مع شركة فايزر للحصول على جزء من الشعب اللبناني لهذا اللقاح بشباط القادم ولكن سيد فيار فهذه كلها أشائر نعم هذه اللقاحات الجديدة هل يمكن أو إلى أي مدى يمكن التعويل على فعلياتها في مواجهة الموجة الثالثة المنتظرة من فيروس كورونا نعم يعني هذه اللقاحات تتوزع على الناس أطعت بعدة مراحل دراسات اللي هي ثلاث مراحل اللي أهم شيء هي المرحلة السالسي مثلا فايزر لقاحة جرب على أربعين ألف شخص والمرحلة الثالثة اللي بيّنت النتيجة الإيجابية الـ 95% اللي حكينا عنها وأكيد مهم كتير كمان لكون اللقاح لقاح آمن والظاهر أنه هاللقاحات لهلأ بعد تجربتها كل واحد على أربعين ألف شخص كانت لقاحات آمنة طيب كتير مهم اللحاق يعطى للنس نعم اشتركوا في القناة